أهلا بحضراتكو كنا بنتابع مع حضراتكو دلوقتي افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان طائفة البهرة مسجد أسادة زينب بعد أعمال الترميم وتطوير اللي تمت فيه وافتتاحه بشكل رسمي وأيضا افتتاح الضريح للزيارة وكنا بنتكلم مع حضراتكو في بداية الحلقة عن اهتمام مصر خلال الفترة الأخيرة بتطوير مساجد آل البيت وتطوير الأضرحة وحالة السعادة اللي بيكون عند الشعب المصري كله لأن العلاقة متجذرة زي ما كنا بنتكلم والحب حب أصيل لمساجد آل البيت والأضرحة وبنشوف باستمرار زيارات الشعب المصري هناك مثلا تبكل طواقفه موجودة في الأضرحة وأكيد شعب مصري كله سعيد النهاردة بهذا الافتتاح حقيقة يعني من أقرب يمكن الأحداث اللي يمكن تحصل لألوب المصريين كلهم بسبب قرب آل البيت لألوب المصريين ونتكلم على حوالي 12 ألف مسجد تم افتتاحهم في السنوات الأخيرة منها اللي تم إنشاؤه ومنها اللي تم تطويره أو ترميمه ورفع كفاقته في 2023 بس تم افتتاح 1200 مسجد في القلب منها مساجد آل البيت اللي بتشهد لأول مرة أعمال تطوير شاملة طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر عما تم فيما يخص طبعا منظومة بناء وترميم وتطوير المساجد معنا ومشرفنا الدكتور أسامة فخر رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم ووزارة الأوقاف صباح الخير عليك دكتور صباح الخير على حضرتك صباح الخير وحدث عظيم جدا يعني نفخر به جميعا ومصر نموذج فريد يجب أن يدرس في ماضيه وتاريخي وحضر طيب هنبدأ مع حضرتك طبعا من المشاهد اللي كنا بانتباهها كلنا دلوقتي افتتاح فخامة الرئيس لمسجد السيدة زينب بعد أعمال افتتاحه افتتاحه بعد أعمال تطوير اللي تمت فيه وأيضا افتتاح الضريح للزيارة نعم علامة مضيئة ومشرقة في تاريخ الدولة المصرية تبرز شيئا من التألق والتأنق والفخامة والجمال والذوق الرفيع وفن العمارة الإسلامية في افتتاح هذه المساجد ربما أستاذة بس أنت أشارت منذ قليل أن هذا العهد هو العهد الذهبي يعني منذ سنة 2014 تحديدا حتى الآن نحو 12 ألف مسجد نحو 12 ألف مسجد تم افتتاحه ما بين إحلال وتجديد وما بين شيء من الصيانة وشيء من التطوير ورفع الكفاء إلى غير ذلك من الأمور فهذا العهد هو العهد الذهبي في افتتاح المساجد سواء كانت مساجد تاريخية أو أثرية أو مساجد آل البيت أو المساجد الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية ربما نلحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين هذه الآية الكريمة التي هي ثناء من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هذا الثناء وقع منه على من يعمر بيوت الله سبحانه وتعالى طب يعني إيه عمارة بيوت الله من عمارة بيوت الله ترميمها من العمارة تجديدها من العمارة إنشاؤها من العمارة نظافتها من العمارة صيانتها وتعاهدها وهكذا ربما هذا العمل يعني أي إنسان يشارك ولو بشيء بصير في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى هذا العمل يظل معه إلى بعد موته يعني أنا أذكر هذا الأمر لأن هذا يعد من الصدقات الجرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لنا إن مما يلحق المؤمنة من عمله وحسناته بعد موته نركز في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته أشياء كثير أول منها علما علمه ونشره منها ولدا صالحا تركه منها مصحفا ورثه أو مسجدا بناه هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نجي ننظر إلى هذه الافتتاحات وإلى هذه المساجد ونجد هذا التعاون العجيب مجموعة عظيمة من الصناعات والمهن والحرف حتى نجد هذا الفن العميق وهذا الذوق الرفيع لتهيئة بيوت الله عز وجل لرواد المساجد طيب بما نتكلم عن العصر الزهبي لبناء المساجد يمكن يوم الجمعة اللي فاتت لوحدها تم بناء 19 مسجد جديد كلمنا عن يمكن المحافظات اللي تم بناء فيها هذه المساجد كل أسبوع تقريبا احنا عندنا افتتاحات جديدة افتتاحات أو تجديد أو صيانة أو ترميم إلى آخر وكل أسبوع يعني بيبقى فيه شيء من خبر بيفيد مجموعة المساجد التي تم إنشاءها أو التي تم صيانته أو التي تم تجديدها احنا بداية من السنة المالية الحالية 1.7.2023 حتى الآن تقريبا وصلنا إلى 961 مسجد حتى الآن من بداية السنة المالية أما من 2014 حتى الآن 11.983 مسجد أي نحو 12 ألف مسجد بتكليفة تصل إلى 18 مليار جنيه و337 مليون فهناك طبعا حدث ضخم وكل جمعة هناك افتتاحات جديدة في جميع أنحاء الجمهورية موزعة على المحافظات والمديريات الإقلامية ويتم بنشر ذلك ويتم افتتاحها من خلال مدير المديريات وقيادات المديريات في شتى المحافظات طيب دكتور أسامة وحنا بنتكلم عن افتتاح مسجد السيدة زينب بعد عمل التطوير اللي تمت فيه والتعاون الكبير ما بين مصر وطائفة البهرة وده مش التعاون الجديد طبعا هم موجودين في مصر منذ القدم لكن فيه تعاون مستمر خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2016 يوم أعمال خيرية كمان تمت التبرر لصندوق تحية مصر بالإضافة إلى تطوير مساجد آل البيت شكل التعاون عامل إزاي ما بين مصر وموسالة طبعا في وزارة الأوقاف وطائفة البهر وزارة الأوقاف تسابق الزمن في خدمة بيوت الله عز وجل وفي العناية بها وفي الحرص عليها وتهيئتها لرواد المساجد سبق افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أرضا من خلال هذا التعاون الذي يثمر تكاملا ويثمر شيئا من البر والنبل والوفاء لأهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك تم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها واليوم نشهد هذا العرس الكريم الجليل العظيم من خلال افتتاح مسجد السيدة زينب ربما يعني حضرت لما تدخل المسجد في شيء بنسميه كده التطير والتعطير يعني حضرت بمجرد عندما تدخل المسجد تجد أجواء إيمانية روحانية ذوقية شيء كده يخلي قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى لا تنشغل بأي شيء من الشواغل سوى العبادة لله سبحانه وتعالى تحاول أن تفرغ القلب والعقل عن أي شيء سوى أن تكون في هذه اللحظات بين هذا الله سبحانه وتعالى فهناك تعاون مثمر وهناك تعاون أدى إلى هذا المنجز الحضاري العظيم الذي نراه والذي سنراه إن شاء الله رب العالمين يعني عايزين نتعرف من حضرتك على منظومة يمكن الترميم والبناء كانت عاملة إزاي الفترة اللي فاتت يمكن المساجد مساجد قال البيت التانية اللي هيتم افتتاحها في الفترة الجاية هنأتتظر إيه إحنا عندنا إحنا قلنا العصر ده عصر ذهبي في عدد المساجد وفي نوعية المساجد يعني نوعية البناء نفسه وصلنا إلى مرحلة أن نوعية البناء أصبحت نوعية تحمل ذوقا رفيعا وفنا للعمارة الإسلامية كما أشرنا منذ قليل نعم هناك مساجد قال البيت هناك مسجد السيدة سكينة هناك مسجد السيدة رقية هناك مسجد السيدة فاطمة النبوية هناك مساجد أخرى كثيرة مساجد كبرى أيضا السلطان حسن مساجد كما يعني ذكر في التقرير منذ قليل فهناك مساجد كثيرة جاري الآن العمل فيها وسيتم افتتاحها قريبا إن شاء الله رب العالمين طيب دكتور زيما بنقول أنه فيه اهتمام بكل المنظومة بشكل عام فيه إنشاء مساجد جديدة وبناء مساجد جديدة وتطوير المساجد القائمة وإحنا عندنا في مصر زيما حضرك ذكرت عدد كبير من مساجد قال البيت واللي من شأنها الترويج للسياحة الدينية إنعكاس ما يحدث على الترويج للسياحة الدينية رصينة من أدوات يعني الدعوة إلى السياحة الدينية والدعوة إلى أن تتعرف على مصر وأن تتعرف على هذه المحافظات العبقرية وهذه المساجد التي تم إنشاءها وتجديدها وصيانها بأيدي مصرية رصينة فلا شك أن لها دورة رئيسة في جذب السياحة ولها دورة رئيسة في أن يتعرف الناس على هذه المنجزات الحضرية في مصر ويتقربون من هذه المساجد ويتعرفون على أسباب إنشائها وأسباب صيانتها ويتعرفون أيضا على حرص الدولة المصرية على العناية والرعاية بمساجد عموما وبمساجد آل البيت خصوصا من الحاجات المهمة كمان هو ترميم المناطق المحيطة بالمساجد يعني بما أننا نتكلم عن السياحة فالنهار ده لما يجي سياحة أو سياحة الدينية يعني لما يجي سياحة يزوروا مسجد ويشوفوا مهم جدا أنهم يشوفوا المنطقة المحوطة بالمسجد شايف أعمال التطوير إزاي بهذه المنطقة كانوا بيعلمون زمان أن في نوعين من القراءة قراءة التعلم وقراءة الطلاع قراءة التعلم دي بتصنع إنسان متخصص في فن من فنون العلم في معرفة معينة في يعني مجال معين أما قراءة للطلاع فتصنع إنسان مثقفا يعني يجمع بين كثير من العلوم والمعارف فلم يكن الأمر مجرد الوقف عند حد المسجد وفقط أو حيز المسجد بل تعدى ذلك إلى المناطق المحيطة بها حتى نهيي النفوس قبل دخول المسجد إلى هذه المناطق المحيطة بها وهذا يعطي أيضا إشعارا بأنك تقبل على مكان يتسم بالقدسية ويتسم بشيء من القربة من الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا الأمر يعني افتتاحات المساجد انعكست أيضا على المناطق المحيطة بها بشيء من الجمال والذوق الرفيع صحيح دكتور أسامي خلال الوقت نشوف فيلم تسجيلي اتعرض منذ قليل فيه الافتتاح بيتكلم طبعا عن أعمال التطوير اللي تمت في مسجد سيدة زينة بنرجع نكمل كلامنا مرة تانية مع حضراتكم أعمال ترميم وتأهيل ورفع كفاءة ضخمة بجهود مصرية خالصة بتوجهات من القيادة السياسية قادتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ملحمة أبدعها المهندسون والخبراء والفنانون المصريون شملت الأعمال كافة تفاصيل مسجد السيدة زينب رضي الله عنها صاحبة المقام الساحة الخارجية بالكامل كسيت بأجود أنواع الجرانيت أما زيادة عدد الأبواب تجنبا لتدافع المصلين والزوار في أوقات الزروة هواءة المسجد من الخارج كسيت بالكامل بالحجر المزخرف بالعقود بأشكار بروازية وفي الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمول على ست أعمدة من الرخان يعلوه قبتان صغيرتان ويعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية هي الأروع والأجمل ومن المدخل الرئيسي نبدأ أولى خطواتنا داخل المسجد نلحظ من أول وهلة تلك الطفرات الهائلة التي ستزيد من رونق المسجد وروعته الأقواس وهي المعلم الأبرز للمسجد الأعمدة الرخامية بتجانها المبهرة تتدلى منها الدليات والمشكوات النحاسية تلك شخشيخة رائعة الجمال بنوافذها الصغيرة تتدلى منها النجفة الكبيرة المشهورة بقنديل أم هاشم المنبر جديد من أهم العناصر التي روعي فيها روعة التصميم وأعيد للمسجد القديم روعة محرابه وكسي المحراب الرئيسي في منتصف المسجد بأنفس أنواع الرخام وحفرت عليه آيات كرآنية كريمة ودكة المبلغ الحوائط الداخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية تمهر ونظرين ونصل إلى المشهد الشريف مقام السيدة زينب رضي الله عنها حيث مدخل الضريح الذي تعلوه عتبة مزخرفة ومذهبة وقد تم تجديد وتذهب المقام بأنفس الأحجار الكريمة والنفيسة وقد روعي في تجديد المقام وترميمه من الداخل الحفاظ على طابع المهابة والفخامة الذين يملقان الوجدان شوقاً والنفس مهابة وإقلالاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زي ما يمكن تابعنا مع حضراتكم دلوقتي عمل التطوير التي تمت في مسجد السيدة زينب يعني شفنا دلوقتي حاجة في الحقيقة تشرفنا كلنا كمصريين النهاردة وإحنا بنتفرج على مسجد السيدة زينب في شكله الجديد نفخر بهذا الشكل مما يعود علينا بعد كده بسبب أول حاجة اهتمام المصريين بآل البيت وحبهم من قديم الأزل بآل البيت وكمان يمكن الترويج القادم للسياحة الدينية اللي كلنا كمان كنا لسه نتكلم عنها دلوقتي بنرجع لحضرتك مرة تانية يمكن تابعنا أعمال الإنشاء والترميم حابين نعرف إزاي أعمال الترميم بالتم هناك خطط ثابتة في وزارة الأوقاف تتعلق بها المساجد التي تحتاج إلى ترميم أو التي تحتاج إلى الصيانة أو التي تحتاج إلى إحلال أو تجديد وهذه الخطط تمشي أو تمر بموعيد ثابتة وبعناية من الإدارات الهندسية التابعة للمدريات الإقلامية فيما يتعلق بالمساجد التي يكون فيها عمليات الترميم هناك شيء من الضبط والدقة والجودة والإتقان والتميز لأننا كما أشرنا لم يكن الأمر كما كان قبل ذلك من سنوات وإنما هناك اختلاف في نوعية البناء ونوعية التجديد وكفاءة التطوير وغير ذلك بحيث نصل في النهاية إلى تهيئة النفوس والقلوب والعقول إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وإلى العبادة وإلى حسن الطعاة في هذه المساجد فهناك قثة ثابتة بهذه المساجد وهناك قوائم معينة لهذه المساجد ودائما يعني لا ننتظر يعني المسجد ننتقل إلى غيره هو المسجد ننتقل إلى غيره والأجل ذلك وجدنا هذا العدد الكبير وهذا أيضا من توجهات يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيزة حفظه الله في العناية بالمساجد في مصر والأجل ذلك وجدنا هذا العدد الكبير الوفير في إفتتاحات المساجد في هذا العهد والعصر الذهبي داي خلينا ننتقل حضرتك إلى أي مدى حضرتك شايف أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بكافة مؤسساتها مهتمة بهذا الملف سواء من إنشاء مساجد جديدة أو تطوير المساجد الموجودة وزي ما شوفنا عمال الترميم والتطوير اللي بتتم دايما لمساجد البيت الدولة المصرية لا تتوقف والدولة المصرية تولي حسن عناية ورعاية بالمساجد عموما والدولة المصرية توجه دائما إلى حسن الاهتمام ورفع كفاءة المساجد وإلى ثقافة الهدوء وتهيئة هذه المساجد لروادها الآن يدخل المصلي إلى هذه المساجد تجده يتسم بثقافة الهدوء تجده يتسم بثقافة القرب من الله سبحانه وتعالى لا ينشغل بشيء هناك أماكن مهيئة هناك حالة وجدانية عذبة رائعة يعني تجعل الإنسان بمجرد أن يدخل إلى المسجد يعني هو في رحاب الله سبحانه وتعالى وفي معية الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل بشيء سوى العبادة بينها لله سبحانه وتعالى فالدولة المصرية لا تتوقف أبدا عن حسن عنايتها ورعايتها بالمساجد وبافتتاح المساجد ولا تألو جهدا في هذا الأمر أبدا بفعل مصر عميرة بعدد كبير من مساجد آل البيت ويمكن من الإنجازات كمان في الفترة اللي فاتت كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرز اللي بعد مئات من السنين تم افتتاحه عايزين نعرف ما تم بقى من إنجازات في مسجد الظاهر بيبرز يعني مسجد الظاهر بيبرز حضرتك أشارتي دلوقتي إشارة لطيفة جدا يعني عشرات السنين أو مئات السنين ثم حضرتك عرفة في حاجة اسمها إيه؟ اسمها معالجة بناء وإعادة بناء معالجة بناء يعني تعتبر بسيطة شوية عن إعادة الإيه؟ إعادة البناء فكأن هناك عملية إعادة شاملة وكاملة وتامة حدثت لهذا المسجد وأعادت هذا المسجد مرة أخرى برعوناقه وبأثريته وبتاريخه إلى النفوس وبدأ الناس يعني يسألون هذا المسجد وسبب بنائي وغير ذلك وذهبوا إلى التاريخ الذي يؤسس ويفصل هذا الأمر فإذا هذا دور الرصين إلى قراءة التاريخ إلى أن نتعلم من الماضي إلى أن نستشرف المستقبل إلى أن نجدد حياتنا من خلال تجديد وتطوير المسجد طيب دكتور لمنين نتكلم عن مساجد آل البيت الموجودة في مصر إيه صر حب المصريين لمساجد آل البيت؟ حب المصريين لمساجد آل البيت ده شيء من النبل شيء من البر شيء من الوفاء شيء من الحب شيء من الصلة حضرك عارف في فرق بين المحبة والمودة المحبة ده سلوك نفسي المودة ترجمة السلوك النفسي عن طريق التصرفات القول الفعل السلوك كل ما يصدر عني فأنا بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر بنا قال لي إيه لو أنت بتحبه أوي يبقى المودة في القربة مش دي آية موجودة في القرآن لا أسألكم إلا المودة في القرب فأحنا بنود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آل بيتي فهناك علاقة عجيبة وعلاقة متينة ورصينة بين المصريين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأجل ذلك حبى الله المصريين بوفرة من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في مصر فنحن نحبهم ونودهم من خلال محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا تتعلق القلوب بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الناس مسافات للصلاة في مسجد سيدنا الإمام الحسين الصلاة في مسجد سيدنا نفيسة وهكذا في سائر مساجد آل البيت حبا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحبا لآل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو شيء من النبل والبر والوفاء والصلة والحب والرحمة للنبي قبل أن يكون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي دايما على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين المساجد في الخطة الجاية يا دكتور ايه هي يعني المساجد اللي هيتم افتتاحها في الخطة الجاية في الزمن القريب يعني من يتابع صفحات الوزارة سيجد أنه قبل أن تأتي الجمعة القادمة يتم نشر المساجد التي ستم افتتاحها موزع على المدريات الإقلامية بعددها وببيان هل هي تطوير هل هي تجديد هل هي إصلاح هل هي جديدة وكذلك بيان من يقوم بافتتاحها ثم يضاف الرقم الإجماري لنصل إلى عدد المساجد التي تم افتتاحها في هذا العام المالي وحده وفي الأعوام من 2014 حتى الآن طيب إذن في كلام حضرتك ونت بتتكلم على أننا ده بيعتبر اهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم نؤجر بزيارة هذه المساجد طبعا طبعا يعني أنت تذهب يعني إلى المساجد هو كون أن حضرتك تذهب إلى المسجد هذا في حد ذاتي سبب طبعا صح ولا لا أنت يعني يتعلق قلبك بمسجد يتعلق قلبك ببيت الله سبحانه وتعالى فهذا ثواب في حد ذاتي فإذا أضفنا إليه محبة وإذا أضفنا إليه شيئا من البر وإذا أضفنا إليه شيئا من الصلة هذا ثواب آخر أنت تأخذه فهناك ثواب عظيم لا شك ومسجد عمر بن العاص في ثوبه الجديد تم استقبال المصليين في رمضان فيه عايزين أتكلم كمان عن خطة الترميم في مسجد عمر بن العاص سيدنا عمر بن العاص يعني الذي فتح مصر وصلى أول صلاة عيد وكان عيد أطحى على أرض مصر في 13 ديسمبر سنة 639 ميلادية وطبعا دخل كثير من الصحابة إلى أرض مصر وأننا نشرف بذلك وهذا أيضا من إكرام الله سبحانه وتعالى لمصر أن دخل الصحابة الأرض مصر وهؤلاء الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا المصريين فالمصريون رووا عن الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا نجد يعني بعض المصريين لا يفصلهم عن رسول الله إلا صحابي واحد في سند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من الجمال للمصريين أن يتعلموا مسجد سيدنا عمر بن العاص على ضخامته وعلى فخامته يتلألأ من خلال هذه التجددات والتطويرات التي لحقت به من يذهب إلى المسجد ويستشرف دخول المسجد يعني قبل أن يدخل المسجد ويرى هذه الأعمدة ويرى هذه الواجهة المنيرة ويرى هذه الإنارة الرصينة وهذه الأمور التي تجذب النفوس وكما قلت تروق وتهدئ النفوس وتحاول أن تهيئ الناس إلى المصلة يعني هناك إبداع هناك تميز هناك ابتكار هناك دقة هناك جودة هناك إتقان يعني في كل شيء يتعلق بالبيوت الله سبحانه وتعالى وكم من المهن والحرف والصناعات التي تكاملت وتعاونت حتى تعطي هذا المنجز الحضاري وتعطي هذا المنجز الروحي وتعطي هذا المنجز الذي يهيئ النفوس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكل طبعا مسجد من هذه المساجد له طابة خاصة دعونا نسمع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم بسم الله الرحمن الرحيم جلالة السلطان الوفد المرافق أهلا وساهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسمح لي أن أنا في البداية أوجه لك كل التحية وكل التقدير ده يمكن تالت مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضراحة سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب أهل البيت والبزل من أجلهم وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد يعني بتاعت قال البيت وأيضا اللي كانت للصحابة اللي يجم على مصر والصالحين ويمكن لسه كان بيبقى فيه عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا اللي هي من أول الألعة فوقها ومن أول السيدة نفيسة لغاية من نصل إلى السيدة زينب إن شاء الله ولو النهاردة وده كلام بقوله لنا كلنا إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفة كانت تتنشأت بجانب كتير من المساجد دي إحنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها إحنا ممكن نعمل كده وإحنا متحركين في هذا مش عايز أطيل عليكم لكن عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني قال أبيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه فيه حماية وفيه حفظ وفيه استقبال يليق بهم كانت وجهتهم مصر ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوا وده من فضل ربنا علينا إن إحنا النهاردة في مقام السيدة زينة بحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من فضل ربنا علينا والحمد لله مرة تانية أنا بشكرك وابقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق لي وفي كل مرة تشرفونا حيسعدنا إن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه وكل الدعم حيبقى موجود لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال شكرا جزيلا شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي كانت كلمة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مسجد السيدة زينة بعودة مرة أخرى لدفنة الكريم الدكتور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف أهلا بحضرتك مرة تانية يعني اهتمام كبير جدا وترميم شامل بنتكلم عن مساجد آل البيت اللي ليها حب غير مسبوق في قلوب المصريين أعمال التطويل كمان بالأضرحة كلمنا عنها يعني كما أشرنا منذ قليل وكما استمعنا ورأى المشاهدون الكرام هذه الأعمال التي تبرز محبة المصريين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمال الفائق وبهذا الذوق الرفيع هذا المكان الذي لا يكون مكانا عاديا أو مكانا رتيبا وإنما يدخل الناس للصلاة ويدخل الناس عند الزيارة يجدون مكانا فيه شيء من الهيبة والإجلال والتقدير والتوقير وشيء من الحب وشيء من الإقبال لا أن نجد مكانا هكذا يعني رتيبا أو غير يعني بغير هذه الصورة التي رأيناها فمن هنا كان التوجيه أن العمل الراقي يتلخص في الإخلاص والصدق والأمانة والإتقان مكونات هذا العمل الراقي هو الذي أبرز لنا هذه الأضرحة بهذه الصورة الجميلة التي يقبل الناس عليها بكل حب وبكل ثقافة هدوء طيب فخامة الرئيس في كلمته تطرق للنقطة غاية في الأهمية وهي مسألة مساجد قلبيت المتقربة إذا اضطرنا نحن نشيل مجموعة من البيوت من أجل جعل القاهرة الإسلامية متحف مفتوح زي ما بنقول هنعمل كده وهيتم تعويض الناس أهمية ده إيه وانعكساته على المنطقة اللي موجود فيها المساجد دي وانعكساته على مصر كلها بشكل عام هذا نوع من أنواع الحضارة يعني نوع من أنواع البناء نوع من أنواع التنمية لازم من لوازم صناعة الجمال لازم من لوازم بيان هذا التاريخ المصري الحافل الذي نحبه ونشره بأننا من أهل مصر فهذا نوع يدل على محبة هذه المساجد والقرب من افتتاح هذه المساجد بصورة تبرز هذه الأماكن التاريخية وتبرز هذه الفخامة والأناقة التي كانت عليها كما استمعنا إلى كلمة فخامة السيد الرئيس يعني نحن نتكلم على جذب السائح المسلم من دول زي شرق أسيا وغيره وغيره من الدول يعني اللي بيجيها ناس أو بيجي مصر ناس من هذه الدول ترجو زيارة هذه المساجد يمكن زي ما كان شازلي بيتكلم دلوقتي عن أهمية يعني لو السائح عايز يتمشى في الشوارع دي أنه يشوف المساجد بالشكل الجديد ويتعرف عليها بالشكل الجديد عايزين نتعرف من حضرتك عن السائح المسلم اللي بيجي هنا النهاردة يزور هذه المساجد بإيه الجنسيات اللي بيكون منها أولا مصر احتضنت الوحي الإلهي منذ فجر الإنسانية وليس الآن وفقط يعني إذا كان آدم سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر أول الجنس البشري وهو أول نبي إن ربنا قال ثم اشتباه فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى مصر ليكون على أرضها أول رسالة من السماء إلى الأرض وذلك من خلال نبي الله إدريس عليه السلام ويمكن اللي يقرف كتب التاريخ يقوله إن سيدنا إدريس عاصر من حياة سيدنا آدم ثلاثمائة وثماني سنوات بعض كتب التاريخ بتقول كده معنى الكلام ده أن الرسالة وصلت إلى مصر في عهد سيدنا إدريس وفي حياة سيدنا آدم عليه السلام وسيدنا إدريس أول من علم بالقلم وأول من خاطى الثياب وأول من علمه الله علوم الفلك والسياسة المدنية إلى غير ذلك أنا بقول الكلام ده لي لأن عايز أقول إن مصر احتضمت الوحي الإلهي والحضارة المدنية فبالتالي مرورا بقى بالأنبياء حتى وصلنا إلى عصرنا هذا الذي نعيشه الآن فبالتالي السائح سواء كان مسلم أو غير مسلم يأتي إلى هذه الأماكن هو ينبهر بهذه الصورة التي يراها وينبهر بهذه الأبنية الفخمة التي يراها وينبهر بهذا الذوق الرفيع في الفن وتركيب الأربسكي مثلا في بعض المساجد الأشياء الصغيرة بدقة متناهية يعني كيف يتم تركيبها ويلتقطون صورا كثيرة ويتحدثون مع الناس فهم ينقلون هذه الحضارة لا ينقلونها سمعا وإنما ينقلونها رأي العين لأن الصورة الذهنية دائما لما تكون مركبة في ذهن الإنسان بينقل الشيء على طبيعته فهؤلاء أحبوا مصر ويأتون إلى مصر ويذهبون إلى هذه الأماكن ولا أقول أنهم يذهبون مرة واحدة بل ربما يكررها مرتين وثلاثة وربما يكرروا في اليوم الواحد أكثر من مرة حتى أنهم بدأوا يعرفون أماكن الطرق والشوارب بمسمياتها والمساجد بأسمائها فيذهبون إلى هذه المساجد لأنهم يعلمون الحضارة المصرية هنا والتاريخ المصري هنا ولوازم الإتقان والإبداع والحضارة هنا فيذهبون إلى هذه المناطق في كل الجمهورية ليس في مكان بعينه في كل الجمهورية بمجرد أن يسمعوا أن هناك مسجدا في مكان ما فيه حضارة يذهبون إليه ويسألون عنه وينقلون ذلك ويوثقون رحلاتهم إلى هذه المساجد عن طريق التقاط السور أو الفيديوهات كما نرى الجنسيات من كثير من الدول يأتون ربما لا أذكر الجنسيات تحديدا لكن الكثير يأتي إلى أرض مصر ويذهب إلى هذه الربوع في رحاب هذه المساجد ويوثقون هذه اللحظات التي تعد بالنسبة لهم لحظات ربما لن تتكرر ويقول أكثر كمان يا بكسور للعالم كله قد إيه مصر بتخدم دول العالم الإسلامي كله من خلال رعايتها لمساجد قال البيت وزي ما كنا بنتكلم وكنا بنتابع وتبعنا هنا في صباح الخير يا مصر ردود فعل الناس بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين وبعد افتتاح مسجد السيدة نفسة وأكيد هنتابع برضو ردود فعل الناس والحالة للسعادة اللي بيكون عند الناس بعد افتتاح مساجد قال البيت طبعا بعد اعمال التطوير والترميم اللي بتتم احنا بنشكر حضرتك جزيلا شكر حضرتك شرفتنا ونورتنا يا فندم دكسور أسامة فخري رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف ألف شكر لحضرتك شكرك جدا شكرا شكرك جدا